موسيقى قال يسوع أنتم ملح الأرض أنا موجود عند بحر المية البحر المالح أكثر بحر ملوحة في العالم مثل ما ذكرت والسبب شدة الحرارة في هذا اليوم أنه إحنا تحت مستوى سطح البحر أكثر من 410 أو 20 متر تحت مستوى سطح البحر إحنا كنا في طبرية طبعا عند بحير طبرية هناك 212 متر تحت مستوى سطح البحر لكن تستمر للجنوب للبحر المالح البحر المية أكثر من 420 متر تحت مستوى سطح البحر عشان أعطيكم فكرة أنتم بتشوفوا الحلقة ممنتجة يعني كاملة لكن بهاي الفترة اللي أخدت فاصل قصير كامرتين وقفوا بسبب الحرارة الشديدة ما عادوش يعني فانكشن ما عادش يقدروا يكملوا عم نشتغل على كامرة واحدة تنكمل التصوير أنا بشاركك عشان هيك خطوة بخطوة تعرفوا شو اللي منمر فيه حتى نقدم هذه الحلقات بالمواقع الكتابية أنه بتأخذ إعداد وتعب كتير عشر أضعاف من أي تصوير داخل الاستوديو لكن بنعملها بفرح وأنا بحب المواقع الكتابية وبحب الأراضي المقدسة وبالنسبة إلي يعني هذا شرف وامتياز أنه أكون في هذه المناطق وعلى فكرة في نبوة من سفر حسقيال أنه في يوم من الأيام في آخر الأيام هذا البحر رح يتحول مياهه إلى حلوة مياه حلوة ورح يكون فيه صيادين بيتصيدوا على البحر الميت أو البحر المالح شيء تاني هذا اللي يسمى بحر الميت اليوم عنا في البلاد بيسموه بحر الحياة لأنه معظم المعادن والكريمات وكل المستحضرات اللي بتجمل النساء والرجال مصنوعة في هذه المناطق طبعا هذه المناطق هي تعتبر حدود بين الأردن وبين فلسطين وبين إسرائيل فالكل بيستفيد من هذا البحر بحر المالح أو بحر الحياة خلينا نسميه لأنه بيستفيدوا منه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر